أنا وفريق إيتيب العربي توجهنا لمنطقة المصنع على الحدود اللبنانية السورية وهي المنطقة أكيد اللي تعرض فيها الفنان جورج الراسي لحادث سير مروع أوضى بحياته للأسف أول شي نحن بدنا نعزي كل عائلة جورج الراسي بدنا نعزي إخته نادين صندرين وكل العائلة والفانز والبحبولة جورج الراسي أكيد كان خبر مؤصف جدا هود الفواصل محطوطين اليوم الصبح أكيد من بعد الحادث ما كانوا موجودين قبل الحادث هيدا الحيط يلي هو بالزبط الحيط اللي سبب الحادث حيط كتير كبير مش ممكن تصطدم فيه السيارة وتبقى مثل ما هي أبدا واضح قدي هو ضخم وقداش تأزى أصلا بسبب الحادث بعد كل البقايا من السيارة ما تبقى من هذه السيارة بعضهم موجودين بأرضهم بمحلهم حتى زيت السيارة موجودة على الطريق من عزي أهل الراحل للحقيقة فأيد على كل الوطن إنه هالشاب يلي صبح ساعة خمسة ونص هالحادث كنا يعني ألمنا كتير يعني نحنا وقتلوا صنا وقالوا إنه هالإنسان يلي توفي مش أول واحد بيكون مش أول واحد هيدا صار عامل هالموقع هيدا عدة حوادث لاش عامل عدة حوادث الغريب يلي جاي لهاني منو عارف إنه هيد طريق فاصل ما بين الشحنات وفاصل ما بين الطريق العام الطريق طبع السيارات الصغيرة إذا اللي جاي غريبي بيطلع بيقول هوا طريقين مثل بعضهم حطولوا هالحجر هيدا بالنص هيدا الحجر بالنص ومنو عاملين وزارة الأشغال لإلو شي إنارة لحتى يبين للجاي من فوق اشتركوا في القناة